السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طالع رحلة خفيفة تمشي شوين تشوفوا المنظروا شو جيت هنا بشيك قالوا لي انها بفلوس لماكن ادخل شوف المكان اللي تابي اللي يجوزلك وتعال ارجعك محجزة اذا بشيك هنو شوفو هن كل مكان اشوف له دخلة بزفلت موقف سيارة ايضا اشوف بعض هنبوه مثل هذا هلتك صندوق سيربو شكله يصيربو حطاب ولا يبدون لماكن مليانة هلا يشوف وينه طبعا وانا امشي بالطريقة وتمشى لقيت مواقف يوقفون الناس متوقعتم وطل تجون الناس يجلسون هنا والله برعد شوين هلا صعد الحين جلست شوين ها 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 اروح ادوروا اللي متسان يجون الناس يصورون خمس دقائية يقول يمشون كل شوين الناس جايين الناس مجدد مثل ما تشوفون ضرام وغابة الشمس تو يلقى مكان مليان زحمة زحمة كل مكان اجيه اللي ابوه ناس اللي يبع نزل اغراضي خيمتي اللي وشب نار احنا ان شاء الله واريكم كذا ارتبت الخيمة نار جلسة ها الحين نسوي اللي قهوة قهوة شبوية النار هذا دباب مر هذا دباب مر الجو لطيف جدا من الاشياء اللي يتلذذب بشطة التامور دباب بعد ما هات قهويت وخلصت الحين جاوقت العشاء العشاء اليوم ان شاء الله سمان اقصر عليه حين احطنا البصر ونقلب ونقلب نعطي رشة أبهرات شوين بعد ما حطيت أبهرات ناختها نسوي تلك كده يكون خلص نشوفون هادا الحموز نسوي كده واحدة وثنتين نطيح شوي بعد ما صبرنا شوي نقدر نقول بالعافية دام الحالي نسوي الشاهب هذا بين أنه يحفظ الحرارة و عزين للشرب موسيقى 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 هذا الشاهي موسيقى موسيقى يكليب شبه النار يكليب شبه عليك شبه ولحضب لك إيجابي ما تسمع الوالي بهالغابة طلام يوم خفت النار بدأت نشوفه نجوم الحين ها بدأت تطفي النار بقوم مرأة عد الفراشي بس قبل لابد من الواحد انه ما يحط اكل برا خصوصا ما يحط معه بالخيمة شي لان الحيوانات وبعض المناطق بس ما هو المنطقة بهد بوبة واد بوبة تيجي على الريحة الاكل فحرصا حتى زبالة وإزا كمالله احط داخل الموتر لانبه بات زي اكلي نسكر علي الحين نرتب فراشي والحين النوم 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 اسمحونا لا خير يا الله صباح خير روح تمشي شوين قبل افطر كيف الوجه حق بالنومة هل جوا الصبح حول الفجر كان برد شوين لكن الحين جميل لطيف جدا قبل شوين مرة نغزلان من هنا بس ما مدانة نصور يا كثرة اللي مكسرين وحاطبين كل كل ها الشجرة لو تشوفونه شو محاطوب مقصوص شوف الارض مليانة كسور امس قاعدة حاطب من هنا ما جبت معي شي حسبو ممنوع شب النار لان مكتوب لوحات يوم دخلت هالمنطقة اله مكتوب انه عادي تاري كل منطقة لها نظام شوف الناس ملعين والله اجميع لي شوين واشبهن حيني بيلي افطر ان شاء الله طبعا فطور خفيف بسيط عقبينة تمشى وبحيرة بقريبة هنا ودينا اللي لفعت اغراض وحطيتها بموتر روحلة معاملها احطبها كرسي ومقعدة الكاميرا كذا ما ثبتة كاميرا على توم نصلح الشاهي نصلح لنا فطورة الحين خفيف لطيف خفزات وجبل يا رب الى كانت نقول بسم الله ادلا نسكر نفكر 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 اهلا المطبع اهلا هواية طبع على شوية 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 لن يتغرق بهذه و بس كذا لفيت أغراضي كلهان يلا ساري المكان هذا ليس لطلع الخفافية بسم الله الرحمن الرحيم طلع السنجاب ونزه أعوذ بالله يضطيحة الكثرة السناجب في هذه المنطقة تسمعون الصوت؟ صوت غزال الألك تفقع بعيد مرة ما أدري إذا هو باين الصوت أو لا لا تسمعون صوت الغزال طاحت الريشة حق المايك شي بيجي بعد هناك الريشة ماتري ما تشوفونا ولا لا صلت البحيرة مشوفوش عندها مش بوهوش مابو توقع هذي قوارب الاستيجار هي مكتوب على جار هذا هو نح ليلة ما صغير نازل أمشي شوين سوي هايكينج بوه شلالات تحت بحاول أروح لهن يا الله لقيت موقف وراه هناك هنا أخر شي احتوي واصل بداية التريل هذي بوه ثلاث هذا أربع مايل أربع مايل وستة مايل تشوف عادي همشي لم ينامل بزين الخضار يسكرون الطريق ويسوون هالحركة بحيث أنه لا يتدخل دبابات ولا سيارات ولا شي حتى الأغراض تصير صغيرة ها اللي مع الواحد بديت أقرب للشلالات بس مع صوتها بس لا طلعت عن الظلم حارة الشمس تحرك بدينا يقولون بو هكذا قاعد أحاول أمشي مع هالجادة هالقريبة اللي تباري الشلالات أو الما لأن الثانيات يبعدن شوين ويصعدن بفوق هالله الصوت مع هالخضار يبدو أن هذا جيد هالمتسام لكن يبي لي عرف طريق أجلس على هكالصفات فارد فارد أب 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 كذلك خلصت مرحلة الهايكينغ موجهة للسيارة والله جلست طولت عند الشلالات والنهر لم أدري كم جلست استرخاء هذه حالتي مع الشجار دنق ارفع بالنسبة للتأخر من المقاطع اني ينزل كل اسبوعين مقطع صراحة الرحلات يحاول اني اختارها ماكن مهي متكررة يقدر المستطاع يعني ما ودي نفس المشهد ونفس الطلعة ونفس الفعاليات تنعات فقاعد احاول اروح الاماكن مختلفة ومثل ما شفتوا مرة طلعنا غابة مرة الثانية سيدونا تعتبر بين وبين والرحلة الثالثة كانت الجزيرة ان شاء الله بوه نفود ثلج فقاعد احاول انوع حيث انه ما يمن للواحد ويشوف نفسه منظر ونفس الفعاليات ونفس الناس هذا نهاية الترايل الخط اللي كنت امشي عليه تم مخلص هذولي ماكن جلسات لليبيا شوي ويجلس ما اتوقع انها انت خييم بس انه يعني استخدام يومي وهذه شوايات العادة اللي هنا بامريكا شواية هون تواقفتها شوي بس جازت لهذه تصلح لنا تصلح للجلسة للغضية ومعها شوايتها اول مرة اشوفها هنا يعني بامريكا هذا مادروش شو محراب ولا شكلهم والله والله تقل محراب والجلسة ارضية شبعد زي خل ادور شي عالم ما اخضر يرفرب توياصر الموتر ما وقف ثبت ما ادري والله عادي كمال مسافة بس تعبت الشمس حار مثل ما تشوفون مسكت الخط مشيت شوين ومسكت الخط بناية المقطع شكرا لمتابعتكم واذكركم بالاشتراك اللي ما اشترك طبعا والنشر ايضا لانه يبينفع كثير خصوصا هالفترة شكرا